في حظ معاك هي قوس الناس اللي حاسة ان هي مفتقدة للحظ الفترة اللي فاتت وان الدنيا عندها وقفة وما بتتحركش زي ما قولنا كل حاجة بتتغير اللي حظه كان ماشي هيوقف شوية واللي حظه واقف هيبتدي يمشي القوس واضح ان هو المرحلة اللي فاتت كان الحظ معايا واقف بس دلوقتي هيبتدي يمشي عجلة هتدور وهيحس القوس بالانحراف ده هيحس ان الدنيا هتبتدي تحوت بيه لحاجة احسن العقابات هتبتدي تقل المشاكل هتبتدي تقل هتدي يكون انجح في حاجات ان شاء الله الحاجات اللي هو داخل عليها في حيرة محتار خايف ياخد قرار وتوابعه مش شاير هي ايه واعتقد القرار ده يخص حاجة غير بقى العلاقة السلسية دي ان هو يحسنها ده موضوع تاني لا القرار ده يخص المادة اما ان هو يخل يبيع يشتري يدخل انبسمند ده ولا ما يدخلوش ايه اللي يعمله بالضبط هو محتار الكارت ده النصيحة اللي بيقدمها لك يا قوس خد وقتك في التفكير ويجمع المعلومات اجمع معلومات عن الحاجة اللي انت داخلها على قد ما تقدر عشان تتفادر اخطأ فيه هنا عودة لصديق قديم او حبيب قديم او او حد قريب يعني حد عزيز على قلبك جدا جدا انه او حيرجع وهيقدم لك شيء ممكن هيكون هيقدم لك نصيحة افتكر انه هيقدم لك نصيحة تجاه الموضوع ده الشخص ده نيته ليك خير وفعلا عايزي يساعدك يعني حاول تسمعني اه انا معرفش القوس مافتكرش ان هو من الابرج القيادية بس هو الايام دي واخد قيادة الكارتين دول بيدولوا على القيادة هنا انت المتحكم في مصارك هنا انت قائد انت اللي بتفكر لنفسك اهو تفكر لنفسك مع نفسك تماما وانت اللي هنا بتقرر كمان للمسك. تفكر وبتقرر للمسك. queen of ones. القطة اللي هنا دي. دي. افتكر دي حاجة موقفة الحركة بتاعتك. دي شخص موقف حركتك. ممكن يكون حد قريب منك مثلا ام واخت حد قريب منك بيقولك لا حاسب. لا بلاش. لا واقف. استنى. فهمين قصدي؟ هو قلبه عليك. هو بيحميك. هو فكر ان هو بيحميك. اسمع له طبعا وخد برأيه اكيد. بس هو موقف الحركة بتاعتك. بس برضو لابد تسمع له. انه شخص قريب منك جدا وفعلا قلبه عليك يقوص. اسمع له. هلخص القراية. هنا فيها علاقة ثلاثية. وللأسف يعني المعنى الثاني للكرت ملوش مكان في وسط القراءة دي. هو ملهاش اللي كبير. سوري. يعني معتقدش ان هو احتفال. لا ده مش احتفال دي علاقة ثلاثية. في هروب من الحالة دي تحاول تهرب ان انت متواجهاش. وبتهرب تفكر لوحدك قاعد لوحدك وعمال بتفكر. بس هتمسك زمام الأمور قريب جدا جدا جدا. عندك عجل تحظها الدور والدنيا هتكي تتغير معاك. والحظة هيكون باتجاهك وبصالحك. في معافاة من حاجة كنت بتعاني منها. ممكن يكون الحيرة بتاعت القرار ده. والقلم النفسي اللي بيسببه موضوع علاقة الثلاثية ده. وممكن يكون حاجة تانية. ممكن يكون انت بتعاني من مشكلة صحية. مشكلة نفسية. اي حاجة من الحاجات دي ان شاء الله بتتعافى منها تماما يقص. في حيرة لحاجة تخص المال. جمع معلومات. اوكي. وفي صديق قديم او قريب. ليه حد قريب. بقى لك فاترة مشوفتوهش هيجي ويقدملك نصيحة بالنسبة للموضوع ده. ياريت تسمعنا. ده ملخص القراءة. القراءة حلوة. ما فيهاش مشكلة. هي بس موضوع علاقة الثلاثية ده. ويعني واضح ان انت في الموضوع ده غزب عنك. مش بمزاجك. يعني مش حاجة وحشة منك. مش خيانة يعني. بس انا حاسة الطاقة ووصلالي انه حاجة اتفرضت عليك. فاهمين قصدي؟ من الشعيب. يعني نعترف بالخطأ. واو نحاول نصلحه يعني. العقرب حاضر يا قلمة قريب قوي حبيبتي حقوله. يا لودا مرسية روحي تسلميني. بلا برتيخة مرسية ام الحياة. قلنا للحياة. حاضر. حاضر. عاكس بسية موضوع تو اول من الشي. ابتسام انا حستها من طرف القوس. لان القوس بيهرب. واللي بيهرب بيهرب لان هو حاس ان هو عامل حاجة غلط. ماذا ايه التعبان مرخيانة يعني. ممكن جدا ما قد انا قلته. ممكن يكون حاسس بتأنيل ضمير من الحالة اللي هو فيها. قلنا مساح عن زوجي. اوكي يا هيام كويس. اوكي. يعني ايه علاقة ثلاثية النجوة. يعني علاقة فيها تلت اطراف. يعني فيه شخص فيه في حياته اتنين. اسمها علاقة ثلاثية. ان شاء الله يا نورة تسلميلي انت يا حبيبتي. ايه؟ انا انس عمران. انا مش فاهم ما بتقول ايه. فادوة حبيبتي انت ممكن تدخلي على جوجل. اكتبي اللي انت بتقولي ده نسبة التوافق. جوجل هيقولك هي ايه. احنا هنا بنشوف الطاقة ما بين البرج والشريك بتاعه. انت يا قصدي الله يرضى عليكي محد يسألني السؤال. بجد محدش يسألني سؤال بقى. ده سؤال حتلاقه واجبته على جوجل والله. مقالات كتير قوي كاتبه بمعضوع ده. نسبة التوافق والحاجات دي. يا سانتو انا اللي بحبك قوي. اي لاوبي تو. الله يحفزك بشكرك يا نجاتة التوريكي بشكرك حبيبتي. الوتي كله صحي. مرسي يا اميرة قوي. بشكرك. تانا ولا ممكن شخص تالت بيدخل بين الاثنين. لا يا سلمة. انا مش شخص تالت بيدخل بين الاثنين. لا. في علاقة. او قلتلك مش هازم تكون علاقة كاملة. ممكن يكون حتى تفكير في شخص تاني. يا رب يا كريم. وعليكم رسالان يا كادا اهلا. اقل من بغض شخص من حد متواجد من مجرد حاجة بزوانة. مش اكتر انما ما فيش علاقة سلسية. حلو جدا انا قلتلك يا دينة مش هازم تكون علاقة كاملة. خالص. كلمة تقول عن الدلو كان صح. مرسي يا جهان. او الدلو كان كتراءة فضيعة. الميديا ممكن برج العقرب. قريب جدا يا فلاور تولب. هي تولب مفروض. قوية ولا مصد. جواية كتير. بشكرك يا مازن. ان شاء الله يارب تكون بفايدة وتستفيد منها. دي اهم حالة. ما بيش حظ معايا خالص. ليه يا لولا ما احنا بنقول القوسة هو. القوس ان شاء الله الحظ حيبتدي يبتسم له شوية. محمد لو عايز قراءة خاصة فلس ايه بعت للصفحة ونقولك تعمل ايه. كيف نتوصل معاك خاص. ابتسمة بعت رسالة على الصفحة ورد عليك يا حبيبتي. انا بعتزل الناس على المسجات. بقى لي فترة مش بقرة المسجات. بس هركز اكتر الايام دي. انا بعتزل الناس على الصفحة ورد عليك يا محمد. بشكرك جدا. تعالوا نشوف حالته العاطفية ايه بقى بمناسبة العلاقة السلسية دي. بس هتبقى علاقة وبقى بقى نهي شريك. مولف علاقة سلسية ده. يعني محير. انا بركت. محير صراحة. اوكي. اوكي. طيب. القوس عايز ايه? القوس في المرحلة دي عايز يبعد. عايز يمشي. اوكي? عايز يمشي. او او برضو انا يعني الكارت ده معناه فراء. وكل قارق بيشوف الكارت زي ما الطاقة واصلاله. انا بتوصلش ان هو انفصال نهائي. انا بتوصلين هو مجرد بعد. يبعده شوي. بحس ان كل واحد يفكر ويشوفه عايز يعمل ايه? القوس عايز يبعد شوي. اوكي؟ لان عنده الموج طالع نازل. طالع نازل. الدنيا عنده مش مستقر. لا مزاجه مستقر ولا افكاره منتظمة. يعني عنده شوية لخبطة. نفسه في حالة استقرار. يمكن يكون الاحداث عنده سريعة شوية فهو مش عارك يتأقلم عليها. انا مش عارفة ايه الوضع. لكن هو مش في حالة مستقر. عطفية. كويس؟ القوس شايف شريكو ازاي؟ شايفو طاقة خير. طاقة. وخير من ربنا. خير ربنا بعد. انا الايد دي بشوف ان هي رسالة حاجة من ربنا. حاجة ما بعوتها من ربنا. وعصى فيها خضار ده بالنسبة لي خير. يعني القوس شايف شريكو ان هو بيمده بطاقة الخير. الطاقة ما بينهم دلوقتي القوس وشريكو فيها خسارة. حاسين بخسارة. اللي اتنين. ده حاسس انه خسر وده حاسس انه هو خسر. ليه طيب؟ طالما حاسين بالخسارة معناها انه انتو شخصيات غليين على بعض. طالما حاسيته بالخسارة. الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يشتغل على العلاقة تاني. ما فقدش الامل مش عايز يبعد. عايز يشتغل عليها تاني. وعايز يقدم لشريكو مشاعر. يعني عايز يقدم له ده الـ Page of Cups. عنده لسه جواه مشاعر لسه ما طلعهاش لشريكو. عايز يوري له مشاعر اكتر. وشايفه ازاي؟ شايفه اساسه كويس. يعني شريك القوس شايفه انه اساسه كويس. بس هو محتاج شوية شغل. عايز شوية تصبيت. لكن هو في الاساس شخص كويس. فيه بخل في المشاعر. ما كله ماسك على مشاعر ومسيطر عليها. الشهر اللي بعدك زي ما تقول فيه بقى تقبر متقدرين على بعض. وزي ما تقول كل واحد انا عملتلك انا سوتلك انت مقدرتش انت معملتش. لكن الشهر التالت هيحصل حاجة. فيه عملية ترويد لحد. افتكر ان المتمرد دلوقتي هو القوس. بما ان القوس اللي عايز يبعد. هو اللي عايز يبعد. فافتكر ان المتمرد واللي عنده حالة شراسة شوية كده هو القوس. هو اللي بيقزي العلاقة دلوقتي. فحيبتدي شريكو يروضه. وهيروضه بالراحة. هيحاول يفهم هو عايز ايه؟ هيحاول يقرر بوجهات النظر. ويبتدي يشتغل على علاقة زي ما هو عايز. هيصلح بقى. هيبتدي يصلح العلاقات. العلاقة فيها امل كبير جدا يا جماعة. لو زي ما انتم بتقولولي القراءة مزبوطة. وفعلا حصلت العلاقة السلسية دي. واضح ان الشريك كان فيه تقصير منه من ناحية شريكو في حاجة. فديه الحق ان هو يبتدي يفكر في حاجة تاني. فطالما هيبتدي يصلح الغلط يبقى برافو. وعاف الله عما سلف ونبتدي نصلح. وترجع المياه المجريهة وكما كنت. زي ما تقولون انتم حاسين بخسارة دلوقتي. حاولوا تعوض الخسارة دي بسرعة. ان شاء الله.